زمان كان فيه فرضية مش زمان ده كل دلقل وقت فيه فرضية كده بتقول انه في كل زمن فيه تعريف لامتلاك القوة في فترة من الفترات كان من يملك القدرة او من يتقن الزراعة يملك كل شيء يملك القوة وفي فترة اخرى بعد بداية الثورة الصناعية الاولى فكان من يتقن او من يملك الصناعة يملك القوة والفترة الحالية وما تلاهم بعد الفترة الثورة الصناعية بعد الثورة التكنولوجية بقى من يملك المعلومة يملك القوة عشان كده هتلاقي طول الوقت الناس بتقولك خلي بالك من سرية بياناتك خلي بالك جدا من معلوماتك وناس كده بسلامة نية ترد تقولك يعني هم هنا عندي ايه يعني على الفيسبوك هخاف علي انا رجل كتاب مفتوح لا ابدا واي حد فينا طبعا جميل جدا انك تكون كتاب مفتوح لكن كل معلومة مهما اعتقدت انها بسيطة او انها غير مهمة هي ممكن بطريقة ما اذا امتلكها شخص ليس له الحق في معرفتها فهو بيصلت على رأب تكسيف فهتسمع دايما فكرة امن معلوماتك الشخصية والناس تفضل تنسح بعض وتستهين بالفكرة دي من اول كارت البنك اللي بقينا نقول الارقام والناس اللي قدامنا عشان يسحبلي وبرضو بسلامة نية لحد الباسورد بتاعة اي تطبيق او اي حاجة من وسائل التواصل الاجتماعي اللي انا بعملها كده باستهانة وما بركزش وابقى فاهم اذا مش قادر استخدم الوسائل التكنولوجية بلاش استخدم بس احمي نفسي والف من القصص والحكايات اليومية لبنات بيتم ابتزازهم لسيدات بيتم الاعتداء على حريتهم لرجال حتى بيتم ابتزازهم بمعلومات معروفة عنهم حدث ولا حرك ينفع نقول انه ده بالنسبة للاشخاص تخيل بقى ان احنا النهاردة حصل اختراق لموقع اي ان كانت بقى نواياه اهدافه التعرض لاختراق مين المختارق دي كلها حاجات تركز فيها بقى الاجهزة المعنية لكن حصل اختراق لتطبيق موجود عند ناس كتير ومعروف بالسرعة تطبيق نبض اللي عند ناس كتير بتعتبروا انه طريقة لتجميع اخبار من اماكن كتير فتم نشر خبر كذا تأثير دقيق او فكرة يعني الضرر من دقيق درر رقم واحد على التطبيق نفسه لانه اذا التطبيق معرفش يحمي معلوماته او تم اختراقه فبما فقد مستقيته هتلاقي انه في خلال ساعات قليلة من اول ما حصل الاختراق لحد دلوقتي هتلاقي مئات الالاف من عدم تفعيل اشتراكات او الغاء الاشتراكات في التطبيق زي ده الحاجة اللي تهمنا بقى انه التحقق من الخبر طريقة التحقق من الخبر زمان كانوا بيقول الصدق منجي هوا الصدق منجي لكن دلوقتي الوعي منجي لما يجيلك اي خبر ولما تقرأ اي خبر ولما تسمع اي خبر ارجوك تحقق منه تحقق منه على الاقل انك تدور مرة كمان وتسمعه او تقرأه من ثلاث مصادر على الاقل عشان تتأكد انه خبر حقيقي باختصار اللي حصل النهاردة امتحان مش بس للتطبيقات للاجهزة كلها والدول كلها خليني شارككم كمان انه في خلال ساعات مثلا مؤسسة روسيا اليوم وهي برضو موقع اخباري قديم وكبير جدا تعرض الاختراقات مواقع كتيرة لاشخاص كل شخص يحسب انه مؤثر في موقعه بيتعرض لهجمات ومحاولات الاختراق ايه جماع طب ايه اللي بيحصل ايه الهدف يعني من الاختراقات ده الصورة اللي قدامنا ديه من موقع روسيا اليوم هو بيعرض انه تعرض لهجوم الكتروني بالمناسبة اكبر مؤسسات في العالم اكبر بنوك في العالم قد تتعرض الاختراق مش بنقول مش ده معناه ان احنا نقول انه ما فيش امن سايبراني يعني او امن ممكن يتحقق لا طبعا بيحصل جدا وبدرجات عالية جدا لكن انت عشان حتى تتحقق من انك الاداة بتاعتك امنة بتفضل كده تشغل عندك ناس هاكرز بمعنى الكلمة عشان يتأكدوا ان انت موقعك سليم او لا يمكن اختراقه وبالتالي ممكن تلاقي ثغرات صغيرة الهجمة بتاعت النهاردة رسالة مهمة جدا رسالة للاشخاص اولا اننا نعرف انه المعلومة مهمة جدا هو انه محاولة تسريب معلومة كاذبة ومحاولة استخدام فكرة ولو لبلبلة تحصل لدقايق بالمناسبة ما حصلتش اكتر من دقايق لانه معظم الناس اللي عنده تطبيق نبض يعني انا يعني حسبتها كده في موخي اللي عنده تطبيق نبض ده شخص مهتم بالمعلومة فهو مهتم بالخبر فهو مش من الناس اللي هيجري يسرخ لما يقرى الخبر من مصدر واحد ويصدقه فلهذا السبب اعتقد ان تأثير هذا الاختراق كان محدود جدا لكن طب ماذا لو انت شفت خبر وقريت خبر وسمعت خبر وصدقته فكرة الشير اللي هي ارادي اللي بتحصل لنا دي احيانا عشان كده هو رسالة للاشخاص لنا احمي موقعك احمي كل ادوات التواصل احمي تليفونك احمي مواقع التواصل الاجتماعي اللي انت بتستخدمها غير الباسود اتعلم شوي عن امن المعلومات لانه انت عايش في عصر جديد احنا كمان تلات سنين والشيء بالشيء يذكر كده الازمة والزحمة اللي حصلة مثلا على الاتم في كل الشوارع قبل العيد احنا كمان سنتين تلاتة هننسى شكل الفلوس الورق في دول العالم كلها نسيوا شكل الفلوس الورق يعني اما بيشوفوا عملة ورق بيتخضوا فاحنا ليه بنتكالب كده على الورق لاننا لسته ما تعلمناش اننا نتعلم ثقافة ادارة الاموال الكترونية انا عارف ان انا عندي كذا هصرف منه كذا في مخي او في ورقة لكن انا مش همسك الفلوس في ايدي الفكرة دي اعتقد ان احنا محتاجين نتعامل معاها بطريقة جديدة وتحديدا بقى امن المعلومات ما ينفعش النهاردة في عشرين اتنين وعشرين بنت جامعية تسرخ تقول اصله ضحك علي اصله بعتلي لينك اصله قال لي بعتلي صور وانا مش هبعتها لحد تخيلوا ده كله في الباقة بتاعة امن المعلومات الشخصية ما بالك بقى بمعلومات الدول وبالقضايا الاهمة وبالقضايا اللي بيقصد بيها صناعة بلبلة طبعا دي اداة خطيرة يتم التعامل معاها بقوة وبحزم وبوعي من المواطنين وده اللي احنا بنقف فيه مع بعض ونفكر فيه مع بعض ونفكر نفسنا ونفكر بعض انه خبر من مصدر واحد هو لا شيء تماما لا تعتمدوا ابدا اشتركوا في القناة